من مجرد مطرب بيقدي مونولوجات لواحد من أساطير الكوميديا في السينما المصرية والنجم اللي عليه طلب شديد من المنتجين والمخرجين لكن التحول ده وإن كان نتيجة مباشرة لموهبته وخفة ظله إلا أن الفضل الكبير في نجاح إسماعيل ياسين بينسب لراجل يعتبر هو القوة الدافعة اللي كانت وراء أستورته الكوميديا صوت إسماعيل ياسين وخفت دمه وقدرته على أداء الكلمات وتوصيل المعاني عجبت الكاتب والسيناريست أبو السعود الإبياري وعلى الفور عرض على بديعة أن ياسين يشتغل معاها في الكازينو وفقت بديعة مصابني وبدأ عهد من الصداقة والشراكة الفنية بين السنائي أبو السعود الإبياري وإسماعيل ياسين دامت طول عمرهم وأسمرت عن أعمال فنية خالدة غيرت شكل الكوميديا المتعارف عليها وقتها قدم الإبياري وياسين عشرات المونولوجات والإسكتشات الفكاهية بكازينو بديعة وأسسوا فرقة التمثيل اللي عرضت عشرات العروض المسرحية سواء كانت روايات عالمية تم تمصرها أو أعمال مؤلفة اللي قدمه أبو السعود ما كانش كافي لإرضاء طموحه الفني فكتب مسرحية بعنوان 99 مقلب وعرض على بديعة إنها تقدم فرقتها ضمن أحداث الرواية لتتحول الفرقة إلى فرقة استعراضية مسرحية أبو السعود الإبياري هو اللي كتب معظم أفلام إسماعيل ياسين خاصة سلسلة الأفلام اللي حملت اسمه غير شغله بالسينما اشتغل أبو السعود الإبياري بالصحافة في الخمسينات فكان بيكتب في مجلة الكواكب إسبوعياً ومجلة أهل الفن تحت عنوان يوميات أبو السعود الإبياري كمان كتب للسينما أفلام محمد فوزي وفريد الأطرش وأطقن تصوير الشخصيات المصرية الأصيلة وكتب الحوار السلس اللي اشتهر بيه من وقت فيلم لو كنت غني اللي قام ببطولته الفنان بشارة وكيم سنة 1942 من أفلامه الكوميدية الشهيرة الزوجة الثلاثاشر الزوجة السبعة انت حبيبي وتعالى سلم ونشالة هانم وعفريتة هانم وصغيرة على الحب وفاز أبو السعود الإبياري بجوائز كتيرة من أشهرها جائزة أفضل سيناريو عن فيلم الزوجة الثلاثاشر اللي قامت ببطولته الفنانة شادية والفنان رشدي أبازة اتولد أبو السعود الإبياري يوم 9 نوفمبر سنة 1910 في القاهرة كتب الزجل وهو طفل في مجلة الأولاد وأعجب بالكاتب الكبير بديع خيري كزجال ومؤلف مسرحي وتتبع خطاه وشجعه كان أول مونولوجي كتبه أبو السعود الإبياري هو بوري من الستات للمونولوجست سيد سليمان وحقق نجاح كبير وكتب اسكتشات فكاهية لفرقة بديعة مصبني لقب الإبياري بعدة ألقاب منها مليار الشرق وأستاذ الكوميديا والنهر المتضفق وجوكر الأفلام ومنجب الدهب والجبل الضاحك وأصبح أبو السعود الإبياري أكبر مؤلف له عدد من أفلام السينما المصرية لأنه ألف أكتر من 500 فيلم وتوفى أبو السعود الإبياري في 17 مارس سنة 1969 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر